اشتركوا في القناة والذين أنعمت عليهم غير المغتوب عليهم ولا الغالين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشرون والذين هم عن اللغو محرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافرون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من عطين ثم جعلناه نطفة في طار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مبغة فخلقنا المبغة عظاما فكسعنا العظام لحما ثم أنشأشاه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع قرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقجر فأسكنناه في الأرض وإنا على دهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرا ومنها تأتلون وشجرة تخلج من طول سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نستيق من مما في بطونها ولقد فيها منافع كثيرة ومنها تأتلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لقنا من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاوت النور فاسلق فيها من كل زوجين إئنين وأهلك إلا وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآياته وإن كنا لمبتلين ثم أماشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناها أثاءا فبعدا للقوم الظالمين ثم أن يشأشى من بعدهم قرون آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا كترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضا بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أن أمنوا لبشرين مثلنا وقلطهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقل آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمهما آية وآويناهما إلى وغوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زدرا كل حزبهم بما لديهم فرحون ذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمده به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشعرون والذين يبتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولولأعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا متر فيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على آقابكم تنكصون مستكبرين به سابرا تهجرون أفلم يتجبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون أم يقلون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارمون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ذر للتوا في طريانهم يعمون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا مما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت ولو اختلاف الليل والنهار أفلا تعتلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أسيطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملقلة كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاببون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعدهم على بعد سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما ترينني ما يوعدون رب فلا تدعني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقر رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحبون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تردت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها فالحون ألم تكن آيات تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عجد سهين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبدا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقوى ورب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين الحمد لله رب العالمين